طيب عايزين نعرف هل شغلك كبيوتي وفاشن بلوجر غير اتجاه حياتك؟ اه يعني ما كنتش هبقى هنا ما كنتش هبقى معاكي في البرنامج لو انا ما كنتش عملتك طيب لو ما كنتش هتبقي هنا كنت عايزة تبقي ايه؟ انا كنت يعني انا كنت شغالة عايزة كنت شغالة في الموركتينج وبروح الشركة وموظفة يعني ما كنتش عارفة ما كنتش عامل حسابي يعني ان ده هيحصل خالص كنتش عامل حسابي ان الموضوع ممكن يشتغل بدرجة ان ممكن حد ياخد بالو مني ويتابعني وحد يطلبني اجي في مرنامج ويعني انت انفلونسر حقيقية بجد يا هادير بجد وكمان عملت اعلانات اشتغلت في مجال الاعلانات ودخلت مجال الموضة كموضل وأثبت نفسك عايزينك تحكي لنا عن التجربة دي اه والله يبصي انا صورت يعني كام اعلان منهم في مصر ومنهم في لبنان اه تجربة يعني تجربة انترستن جدا انا لما كنت بشتغل في التسوية انا كنت بشتغل موظفة في تسويق زي ما قلتلك فدايما كنت ببقى وارك كاميرا لو بنصور اعلان ببقى انا كلاينت ببقى وارك كاميرا واللي هو طب يا جماعة احنا بس المنتج عايزينه يبقى كده يعني لكن بقى من ناحية التانية بقى لما روحت بقى اللي هو بقى ايه سفرت واللي هو تصوير الساعة ثلاثة وهتصحي والسكريبت والميك اوب والفيتنج وكده كان بالنسبة لي حاجة لذيذة يعني ما كنتش اتخيل انها ممكن تحصل لي بصراحة وما كنتش اتخيل ان انا اشتغل بقى مع مخرجين وانزل تصوير بقى بجد بقى واعد من اول يوم لاخر واستنى الفيركش وكده كنت مبسوطة قوي طيب بلا انا شايفا قدامي انا شايفا ان انت انت انسى بواحدة تتقل السؤال ده عايدينك تقول لنا نصايح لبشرتنا وجمالنا يعني نصحينا نصوية والله يبصوا يعني حقولك على الحكتين مهمين اول حاجة انه النظافة مهمة جدا يعني مهما عادت احط ميك اوب ومهما عادت اعمل اعتقد اهم من الموضوع ده ان انا هتم بنظافة بشرتي فانا دايما ابقى غسلة وشي ابقى واخدة شاور اسباشالي في الصيف استخدم الغسول المناسب لبشرتي وحقول حاجة تقريبا هي عكس كل حاجة للألف التليفزيون بلاش يا جماعة الوصفات الطبيعي بجد؟ بلاش يا جماعة بتجيب سلمونيلا وبتبهدل البشرة وحساسية بلاش خلينا في الكريمات اللي بتاعت الصيدلية عادي من اي برند عادي هاديرا عايزين نعرف ازاي بالطواري من نفسك هل في مهارات جديدة بتتعلميها عشان تساعدك في الفيديوز اللي بتعمليها؟ اه طبعا انا علشان ابتدي اعمل فيديوز اتطريت تتعلم المونتاج على قدي يعني طبعا عشان اي حد هيمنتج الحلقة دي ما يزعلش وهو بيمنتجها ابتدي اتتعلم كذا صوفتوير زي مثلا اللي هو الادوبي والحاجات زي اه علشان اعرف اركب كليبس على كليبس وكده ابتدي برضو تعلم التصوير الاضاءة تبقى عاملة ازاي بقى حطة فين اي عشان ابقى باينة شكلي كويس اه فدي مهارات بالنسبة للتصوير بالنسبة كمان لو اي حد متابعني معرفش يعني هيبقى عارف ان انا مسلا ابداديت في الصيف بتاع الفين اتنين وعشرين سوري اه دلوقتي اولمست فور ييرز ليتا يعني الشهر الجاي هيبقى بقالنا اربع سنين اعتقد اطورت شوية من طريقتي في الميكوب يعني انا بحط ميكوب نفسي النهاردة انا مخليش حد بحطني ميكوب اني مور يعني الا لو عاملة كولابيريشن او مثلا طريقة مثلا لبسي او كده حاسة ان انا شخصيا تطورت من كتر التجارب اللي عدد بيها يعني انا قابلت ميكوب ارتست شغلت مع ناس كويسك جدا اشتغلت مع اسماء يعني معروفة ايه منهم شريف اه منهم شريف مثلا اشتغلت برضو مع ناس لما روحت لبنان لما روحت الامارات اشتغلت برضو مع برانز هناك فاللي هو ده خلاني اطور من نفسي اللي هو انا شايفة الناس دي بتاعمل كده حلوة انا شايفة ايه طب ايه طب اشوف فيديو طب اتعلم اكتر مش عارف ايه فانا شخصيا تطورت من 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 الشكل اللي انا بقدمه اساسا للناس طيب هل اهلك كانوا بيدعمون كيف كل ده؟ امي زي ما قلتلك كانت بتقولي سيبك من الكلام ده وركزي في شغلك يا بنتي ايه طبعا وما لناش دعوة ومعرفش ايه وكده بس يعني معرفش ما هي تعودت دلوقتي ولا بقت مبسوطة مش عارفة بس هنسألها طب مين اكتر ميكوب ارتست الميكوب بتاعك عجبه؟ ميكوب بتاعي انا طبعا لا يعني ميكوب ارتست غيرك انتي ميكوب بتاعك انا مش ميكوب ارتست انا عارفة بس يعني ميكوب ارتست الميكوب بتاعه عجبي اه انا بحب شغل شريف طبعا ايوه شغل شريف تانيوس خطير يعني هو لي علامة مميزة بصراحة في الميكوب اللي هو بيعمله بحب طبعا زينا النجار جدا وهي شخصينا على المستوى الشخصي الشخصية جميلة جدا يعني في مصر بقى اه يعني اعتقد دول اكتر اتنين اي عبد الحميد طبعا هي خطيرة بصراحة طيب تنصحي المبتدئين بايه؟ انه محدش يحاول يبقى شبه حد يعني محدش يحاول يدور على حد وبقى شبه هو عشان كده انت مش هتطلع يعني انت تطلع عشان انت متميز بنفسك وحاجة تانية برضو اه ناس كلها عايزة تطلع تراندينج وانا عايزة الناس تتكلم علي وكده بس ما تتخطاش الحدود اللي انت رسمها لنفسك علشان حتندم يعني انا شفت ناس تخطط حدودها جدا عشان تطلع تراند والموضوع ما فادهمش باي حاجة خالص وفي الاخر تتكلم عليهم شوية بان بننسان يعني مهم هما بيقدموها خلاص بيتنسوا بعد فترة والله حتى لو حاجة مش مهمة يعني مثلا حتى لو انا شخصة بطلع اغني ما عنديش مشاكل اي الغنح مهمة طبعا بس قصدي حتى لو انا شخصة بطلع اقول يا جرجير مش مهم انترتيننج مفيش مشاكل مش لازم تكونت بتقول حاجة مهمة الانترتينمنت مهمة برضو عادي بس قصدي ان في ناس بتتخطح حدودها علشان تبقى تراند عشان ناس تتكلم عليها تقول كلام مش لذيذ تعمل حاجة مش لذيذة تصور مثلا نفسها وهي بتعمل اي حاجة اوفر قوي او كده عشان بيتشيسوا التراند عشان انا عايزة بقى تراندنج عشان عايزة الناس تتكلم علي عشان واتقفر حاجة متنينة بتحصل لهم يا اما الناس بتتكلم عليهم قوي وبقى ام بكة فيش حد بيفتكرهم تاني يا اما اللي هو يعني معرفش بقى له بيوقعوا بقى زي ما قلتلك كده بس اتكلم